سلام بنات كنتمنى احوالكم الصحة تكون على خير ومرحبا بكم معي من جديد في قناة سالون ومطبخ ام ايا اليوم غنحضر معاكم كيك بارد بمكونات جدا اقتصادية والنتيجة دياله رائعة في المضاق وفي الشكل من قبل ما نبدأ وكما العادة كنتمنى تضغطو على زر الشراك وما تبخلوش علي بلي لايك ونضوزو المكونات على بركة الله في تحضير الوصفة ديال اليوم بالنسبة للطبقة الاولى كانحتاج فيها 250 جرام ديال البيسكويت بالنسبة للبيسكويت اي نوعية عندكم كانحتاج كذلك 90 جرام ديال الزبدة بالنسبة للزبدة اي نوعية فقط غير ديال التوراق متستعملوهاش كانناخد البيسكويت اللي عندي ثم نوضعه في الطحانة الكهربائية وكنتحنوه جيدا الى ما كانتش متوفرة ممكن تستعملوه في بلاستيك الغدائي وتضقوه ولكن الشكل دياله يكون بهات الشكل اللي غنحصل عليه انا في الاخر كتكون الحبيبات ديالهم فرزة وكذلك كتكون الحبيبات ماشي رقيقة وماشي غليظة كما كتشوفوهنا في الصورة في هاد الاثناء غناخد كذلك الزبدة ثم غنذوبها من بعد ما ذوبتها نضيفها ثم نضيفها على البيسكويت اللي تحنت مسبقا نضيف الكيمية الاولى ثم نضيف ما تبقى من الزبدة أنا وضعت 90 جرام كاملة وبالنسبة للمضاق ديال البيسكويت جامت وازن مع الزبدة يعني ما جاتش الزبدة غالبة على البيسكويت من بعد ما خلط العناصر جيدا بهات الشكل كما كتشوفوه الشكل النهائي ديال البيسكويت خسيكون بهات الشكل ما يكونش معجون خسيكون مفرزين الحبيبات دياله فهاد الاثناء غنجيب المون اللي غنشكل فيه الكيك ديالي بالنسبة للمون او الاطار ضروري ما يكونك تفتح ويتغلق باش يسهل عنينا نزولوه في الاخر فهاد اثناء كنجيب البيسكويت اللي حضرت كما كيباليكم هنا الشكل عن قرب خسيكون بهات الشكل ثم كنجيب واحد الملعقة ثم كنوزعوه بشكل اللي يكون متساوي ما تكونش طبقة غليضة على طبقة او طبقة رقيقة من بعد ما كنوزع البيسكويت كامل ونقضل السطح دياله كيبما كتشوفو بهات الشكل في هاد الاثناء كندوز المرحلة تالية كيبما كتشوفو نجيب هاد الغطاء اللي كنشكله بالحشا ثم نضغط جيدا على البيسكويت باش ياخد الشكل ديال الاطار اكتر الى ما كنشم توفر عدكم هاد الغطاء ممكن فقط تاخده غير كأس الاسفل دياله ثم تضغطه بهات الطريقة اللي كنضغط بها انا البيسكويت باش ما يخسرش لكم الشكل دياله بليتبغي وتزولوا الاطار من بعد ما كملته في هاد الاثناء اغندخل المجميد مدة عشرين دقيقة باش ياخدين البيسكويت الشكل ديال الاطار اكتر ثم اغنده في هاد الاثناء تحضر الطبقة الاولى ديال الكريمة بالنسبة للطبقة الاولى كنحتاج فيها هنا نصف لتر حليب كنحتاج كذلك ثلاثة المعالق الكبار ديال النشا وثلاثة المعالق الكبار ديال السكر ساندة والسكر كيبقى حسب الضوغ وملعقة صغيرة ديال الزبدة وثمانين جرام ديال الشوكولات الاسود في هاد الاثناء كنجيب كاسرول كنوضع فيها الحليب كنضيف لها كذلك النشا كنضيف السكر ثم كنخلط العناصر بالضرب اليدوي كما كتشوفوه ومباشرة كنوضع كاسرول فوق النار مع التحريك والمراقبة حتى كنحصلوه على قوام بهذا الشكل اللي كيكون اعاقد كما كيبال لكم في الصورة من بعد مغلالية الخالط اعقد فهاد الاثناء كنتفعليه نزولو من فوق النار من بعد ما زولتو كنضيف لي ثمانين جرام ديال الشوكولات بالنسبة لهات الشوكولات ركعطي الكريمة وحد المطاق رائع وهائل ثم كنضيف كذلك ملعقة صغيرة ديال الزبدة الدور ديال الزبدة لانها كتعطي قوام كريمي للكريمة ديالنا ثم كنضرب العناصر جيدا حتى كنتمازج من بعد ما ضربت الكل هذا هو الشكل النهائي دي الكريمة اللي فعلا كتجي رائعة وكتجي لديدة فهاد الاثناء كنخرج الكيك ديالي من المجمد ثم كنفرغ عليها الكريمة وهي بقى سخونة ونصرع في توزيع ديالها قبل ما تعقاد لنا حيتي لبردات كيسعب باش نوزعها ثم مباشرة من بعد ما وزعتها نرجع الكيك للمرة الثانية المجمد ثم نحضر الطبقة الثانية الصلصة اللي نحتاج فيها كأس ماء علبة ديال الفلونج بناكات الشوكولات وملعقة كبيرة ديال السكر وربعين جرام ديال الشوكولات الأسود نجيب كاسترول نوضع فيها الماء ثم الفلونج نحرك العناصر جيدا حتى كنتمازج ثم نضيف كذلك السكر ثم نضع الكل فوق النار حتى يغلالينا الخالط بالنسبة للخالط طريقة اللي نحضره طريقة العادية من بعد ما يغلاليه في هذا الأثناء ثم نأخذ السلصة وهي سخونة نضيف لها 40 جرام ديال الشوكولات الأسود اللي كي يعطيها واحد مدق رائع وكذلك كيركز لنا المدق ديال الشوكولات بالسلصة ثم كنحرك الكل جيدا ثم مباشرة كنخرج الكيك ديالي ثم كنفرغ السوس من فوق من بعد ما كنفرغها كنرجع الكيك ديالي المجميد حتى كيبرد جيدا من بعد ما برد خرجته في هاد الأثناء ثم كندوزل هاد المرحلة ضروري ما نجيبه واحد سكين أو موس ثم كنزوله الإطار بهذا الشكل باش يسهل علينا نزوله من بعد ما زودته كما كتشوفه بسرعة كيزولينا في هاد الأثناء سنشارك معاكم مرحلة الزيالي كتبقى كخطوة اختيارية كنزين بحبيبة الشوكولات والزين كيبقى اختياري كذلك كذلك كما كتشوفوا الطبقات ديال الكيك اللي شاركت معاكم انهم كيجيوا البيسكوي طبقة بينه كذلك الطبقة التانية ديال الكريمة والطبقة ديال السلسة ديال الشوكولات فهاد الأثناء انقطع معاكم قطعة باش شوفوا الشكل دياله اكثر من الداخل كما كتشوفوا الطبقة الاولى ديال البيسكوي كذلك الطبقة التانية اللي بالكريمة والشوكولات والطبقة التالتة اللي بالفلون والشوكولات فعلا هاد الكريمة والسلسة اللي وضعنا من فوق ركتعطي واحد المضاق رائع البيسكوي كذلك حتى البيسكويت الكمية اللي وضعت فيه دي الزبدة انه جال مضاق دياله متوازن وكما لاحظتوا بلي كان قطعوه كذلك الشكل دياله رفعلا كيجي كيك رائع وهائل مضاق دياله وكذلك سريع في التحضير ممكن نحضره لوليداتنا والضيوف وما كياخدش منه وقص كتير كانت منه فعلا تجربوه وتربضو عليها في تعليقات ديالكم وشكرا مع السلامة الى فيديو اخر شكرا